احنا اصفين طبعا دموع جغالي علينا لكن ما كنت اعرف انه هذا السؤال ممكن يفير مشاعرك من الشخص اللي اذا احتاج ايتي فلوس او احتاج ايتي اي شغلة تروحي لأول واحد اول واحد اروح له الحقيقة انا ما اخذ من احد لا اهلي ولا اصدقائي ولا صديقاتي ولا قرائب ما اخذ من احد ابدا دومي معتمدة على نفسي عصامية كونت نفسي بنفسي واعتمدت على نفسي بس عندي صديق مفضل الى قلبي وروحي مفضل الى اخه صديق طبعا الصديق بس هذا اللي اتجرأته وطلبت مننا فلوس فقط هذا الصديق هو صديق مقرب الى واهلهم يعرفوني اصدقائي اهلهم مين نعم كلش كلش صديق لي قل ليش حاجة طلبتي مني اتي ما اطلبي اللي عرفها منك ابد ما اطلبين قلت لاني ابد ما اطلب من احد لو اموت لو اتمرض وروح للدكتور ويطيني علاج وما عدي فلوس لعلاج ما اخذ العلاج خل اموت بس انت غير شكل انت انسان نقي وصافي وما تعير انا ما احب احد يعيرني ويقول لي مو انطيتك مو جيتي علي وانطيتك ما احب وقع بهذا الموقف ابدا بس هذا الانسان هو اخ وصديق وسند وظهر وعشرة عمر وما شاء الله علي والدتك كانت كلش تحبني الله يرحمها الف رحمه على روحها اريد من هذا المنبر اشكرا واقول لي اخويا محمد هو اسمه محمد من كاركوك اقول لي اخويا محمد جزاك الله كل خير ما قصرت وياي ابدا وقعت بشدة مالية ضيق مالي ضيق مالي وقعت بضيق مالي كلش مكانك وشغل حفلات ماكو شغل ماكو انا ما احبك احتاج لحد ما احب اخذ من احد خبرت شلت التليفون علي قلت لاخويا محمد انا رحت للدكتور والطاني دوا والدوا غالي مدى قدر اجيب الدوا 350 ما عندي شان ماكو حفلات قل لي افعليش وصلتي افعلي انا عايش واشتمل هوا وخليش متاخذين الدوا هس احول ليش انا اشتب بعقوبة ساكنة بعقوبة قاعدة ولازلت هانس بعقوبة اروح اجيب بس شان ماكو حفلات بس هس الحمد لله شوي احسن الحفلات تحسنت شنف ما طلح حفلات فدزلي حول لي حول لي ثلاثة وراق زايد مناقز قلت لها يهوي قل لي لا اخف تحتاجين شي زايد مناقز هذا شلون اشكر وشلون اجازي وشلون اوافع انا اشكرك احنا اصفين طبعا دموع جغالي علينا لكن ما كنت اعرف انه هذا السؤال ممكن يفير مشارك اذا مشاهدين الكرام مواطنياكم لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة